أنت أبداع في المسرح، ولكنك أيضاً تركت بصمة في العالم التليفزيون. نتذكر كلنا مسلسل عبده وعبده، الذي يجب أن تكون رجاحك عائلي كبير جورج. هل تعتبره هو المحطة الأبرز بالتليفزيون لألك؟ أكيد. وبعده الآن ينعاد. ولكن أنت لا تشرب. نعم. نعم، نعم. سننصم بالأرض، ولكن نشرب الباقي. حسناً. سأبدأ لك سكر الليلة. تفضل، هو المحطة الأبرز بالتليفزيون؟ سكر يا عائلي، من أولاً فقر. ولكن لا تفضل أبرز بالتليفزيون. عبده، عبده، وكثيراً يفتخر فيه. وتحيي لأصدقائي الذين يشاركوني في هذا المسلسل. يورجو شالهوب، يون أنتونيوس، جورج دياب، رندا حشمي، وكثيراً. تقريباً كل المسلمين بإبنان بهديك الحقبة. كنت تتابعوا عدوها الألميسية مؤخراً عن جد. هكذا أعمال جورج لا تتكرر؟ نعم، حسب كل مرحلة إلى أعمالها الحلوة. كما كنا نحضر في الزمنات أخوة شناي، وأربع مجين وباس، ومعلم والأستاذ، كل مرحلة في إلها إذا أريدك مسلسل بيلمع. فيك ترجع تحضر هالحلقة من فيميل عبر أبليكيشن لأل بي سي آي. ساعت لي بدك وين ما كنت؟